الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدنا متجدد دائما معكم في برنامجكم تيسير التلاوة نتعلم وإياكم أحكام قراءة القرآن نستفيد ونفيد لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهله وخاصته الذين هم أهل القرآن اليوم معنا بإذن الله تبارك وتعالى سورة قريش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في هذه السورة العظيمة منة من الله تبارك وتعالى على عباده بنعمتين نعمة الرزق ونعمة الاستقرار وكفى بهما نعمة لأن بهما يحصل الرقي والازدهار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا أرزاقنا وأن يعافينا ويرزقنا الاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين أول ما نتعرض له هو من تهينا عنده في سورة المعون وهو مد البدل مد البدل موجود عندنا هنا في سورة قريش في ثلاثة مواضع لإلا في قريش هكذا لإلاف والموضع الثاني إلافهم والموضع الثالث وآمنهم هذا كله يسمى مد البدل ما هو مد البدل؟ هو أن تقع همزة بعدها حرف مد مش كما المتصل المنفصل المتصل المنفصل يكون حرف المد بعدها همزة هذا العكس الهمزة بعدها حرف مد يعني قد نجد همزة بعدها ألف أو همزة بعدها و ساكينة طبعا همزة مضمومة أو همزة مكسورة بعدها يأساكينة آ و إي هذا يسمى مد البدل لماذا سماه العلماء مد البدل؟ لأن في الأصل هو الحرف المد هذا عبارة عن بدل عن همزة و في الأصل مثلا كلمة آمنة أصلها أأمنة فنبدلوا الهمزة الساكينة فنردها حرف مد فلذلك سمي البدل إيمان أصلها إيمان بدلنا الهمزة الساكينة فصارت صار يسمى بدلا صارت إيمان أوتو أصلها أؤتو فبدلنا الهمزة الساكينة فسمي بدلا فصارت أوتو هكذا حكم هذا المد إذا وجدت همزة بعدها حرف مد فالحكم عند ورش أنه يجوز أن تقرأها بحركتين بأربع حركات و بست حركات هذا هو حكم مد البدل القصر والتوسط والطول ثلاثة أحكام تقرأ بأيها شئت اقرأ بزوج أو بربعة أو بستة لا يهم لكن الذي ينبغي عليك حفاظا على رون قتلوتك أن تبدأ قراءتك بوجه فتتم به إذا بديت بزوج تكمل بزوج إذا بديت بربعة تكمل بربعة إذا بديت بستة تكمل بستة ولا يصلح ولا يحسن أن تقرأ في موضع بزوج بعد تقرأ بربعة تقرأ بستة هذا لا يحسن وإن كان جائزا شرعا لكنه كما قال إمام بن الجزري يعاب على المتخصصين يعاب على الناس اللي يعرفوا التجويد ومتعلمين ويعلمون الناس ولذلك نجد الناس كثيرا يعني ممن يصلون بنا أو يقرؤون القرآن تجد في مد البدل مرة يمد مرة ما يمدش مرة يقصر مرة يتوسط مرة يطول لهذا لعدم تمكنهم من التلاوة إذن أنا في تلاوتي قرأت الجميع بالقصري الجميع قريتهم بالقصري يعني بحركتين لإلى في قريش إلى فيهم وآمنهم من خوف لماذا قريتها بالقصر لأن الناس يحبون الاختصار يحبون السهل من الأشياء ومن الأمور فلا نريد أن نعسر على إخواننا ومع أن القصر تتعلق به أحكام سهلة فيما يتعلق بالإيمالة قريش قريش عندنا ياء ساكينة بعدها شين أمر عادي لكن هذه الشين وقفنا عليها لما وقفنا عليها وقفنا عليها بالسكون إذن ياء ساكنة بعدها ساكن هذه الياء ساكنة قبلها ماذا هل قبلها مكسور لا للأسف قبلها مفتوح وهذه هي مكان المشكلة ياء ساكنة قبلها مفتوح بعدها ساكن قريش الصيف ياء ساكنة قبلها مفتوح بعدها ساكن في حال الوقف خوف لا البيت قبلها البيت ياء ساكنة قبلها مفتوح وبعدها ساكن في حال الوقف ومثلها مثل الواو الساكنة اللي قبلها مفتوح وبعدها ساكن خوف هذه الكلمات قريش والصيف والبيت وخوف لها نفس الحكم وهو ما يسمى بمدلين العارض للسكون هذا يسمى مدلين كيف يقرأ؟ يجوز فيه أيضا مثل البدن القصر والتوسط والطول يجوز لك أن تقرأ هكذا قريش بحركتين قريش بأربع حركات وقريش بست حركات هذا مثل العارض للسكون اللي تكلمنا عليه في صورة الفاتحة العالمين ونستعين والمستقيم وغيرها إلا أن هذا هو ياء ساكنة قبلها مفتوح وهذا كياء ساكنة قبلها مكسور فالعناية بهذا الباب كيف تكون بأن تقرأ بمستوى واحد تقرأ بزوج 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 أو تقرأ بربعة 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 أو ستة بستة بستة ولا تغير ولا تبدل حفاظا على رونق تلاوتك واجتنابا للفوضى في القراءة بهذا فتقرأ هكذا قريش هكذا أربعة والأمر فيه ساعة بإذن الله تبارك وتعالى إلا إذا كان الساكن الموقوف عليه همزة مثل كلمة شيء فهنا يتغير الحكم ونتعرض له بإذن الله تبارك وتعالى عند الوقوف على هذه الكلمة عندنا إشكال يقع فيه كثير من الناس وهو أنه إذا قرأ إيلا فيهم كلمة إيلا في هذه كلمة واحدة كلمة إيلا في هذه كلمة واحدة فبعض الناس يظن أنها إيلا وفي فيظنها ماذا كلمتان مختلفة الإيلا في كلمة واحدة فبعضهم يقول لإيلا في قريش يحسبها فألجر في الجارة إيلا فيهم رحلة الشتاء وهذا خطأ لماذا؟ لأن الناس كثيرا لا يركزون وكثير من الناس لا يقرأ القرآن على شيخ والذي لا يقرأ القرآن على شيخ يخطئ لا محال يخطئ خصوصا أنهم يتعلمون من المصاح فيقال فيما أذر عن السلف لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي المصحفي هو الذي تعلم من المصحف والعلم لا يأخذ من الصحف وإنما يأخذ عن الشيوخ والعلماء جزاهم الله خير الجزاء إذن كيف تقرأ هذه؟ لإيلا في قريش بلا ياء ليش لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء خطأ لإيلا فيهم فهم هكذا فهم رحلة الشتاء وصحف الشتاء عندنا مد المتصل تكلمنا مرارا عن مد المتصل وهو ما كان فيه المد وسببه اللي هو الهمز في كلمة واحدة فليعبدوا رب هذا البيت هذا نبهنا على الذال وأن الذال من الحروف التي لا يعنى بها كثير من الناس فينبغي العناية بها الذي أطعمهم من جوع هنا عندنا مد منفصل وهذه المرة جاء على الياء من العادة أنه يأتينا على الألف اليوم جاءنا على الياء مد منفصل في الياء ياء ساكنة قبلها كسرة بعدها همزة وهذه الهمزة جاءت في كلمة أخرى إذن يسمى مد منفصل الحكمه عند ورش الطول بمعنى أنك تمده ست حركات ينبغي العناية بست حركات عناية تامة يعني بعض الناس يستطيلها ويستكثيرها إذا لم ترد أقرأ برواية أخرى أما الإمام ورش فينبغي عليك أن تأتي له بست حركات أطعمهم الطاء ساكنة والطاء الساكنة تقلقل لأن حروف القلقلة الخمسة هي قطب وجد القاف والطاء والباء والجيم والدال وقد تعرضنا لهذا مرارا إذن تقلقل الطاء أطعمهم ما تقولش أطعمهم أطعمهم وترقق العين لأجل ذلك نبهنا إلى أن الطاء من الحروف القوية فكثير من الناس يفخموا من أجلها ولا يصح أطعمهم ترقق العين أطعمهم هكذا من جوع قبلها أطعمهم من هذا أول الأحكام التي نتعرض لها في الميل من غير الإضغام وهو الإضغام الميل ترجمة نانسي قنقر